السلام عليكم ورحمة الله بهذا الفيديو الإجابة على تعليقاتكم أخذت قسم من التعليقات وإن شاء الله راح نجاوب على كم تعليق إن شاء الله هم نسويكم بعد فيديوهات حتى نجاوب عليها التعليق الأول يقول أنا طلعت بالكورس الأول كيمية 76 أقدر أطلع فلا يعني قصد الفصل الأول الفصل الأول شوفوا هنا من فصل أول ونصف السنة والفصل الثاني اللي وره نصف السنة درجاتكم إذا واحد يعني بالفصل 85 و90 يلا تجمعوهم يعني مثلا 85 زاد 95 يطلع لك 180 بعدين وفقهم 90 تقسمون على 3 يلا يطلع لك 90 يعني هسا هاي ما تنعفي الإعفاء بنصف السنة من امتحن لو باخير السنة لا أحبي بآخر السنة ما تمتحن مو بنصف السنة الإعفاء يقول أنا طالب سادس علمي مسوي انتساب أريد نصيحة منك أنا أقرأ إذا أقرأ أسئلة الفصل لو ما يجيبوهن لا يعني طالب سادس علمي شون تقرأ بس أسئلة الفصل حتى درجة النجاح ما توصلك وانت طالب سادس علمي أقرأ الأسئلة الفصل أقرأ الفصل كله أقرأ هيت شي حبة حبة إذا رسبت بمادة وحدة جبت 35 بالسعي النهائي مال شهريات أدخل وزاري طبعا تدخل وزاري إذا شديت حيلك مثلا هست معدلك النصف الأول 35 بعد وراك نصف السنة وبعد وراك النصف الثاني اللي وراه نصف السنة هم بعد وراك شهر أول وشهر ثاني وشهر ثالث ويجمعوهن ويقسموهن يعني بعد عندك الفصل الأول والنصف السنة والفصل الثاني يجمعوهن ويقسموهن على ثلاثة يطلع لك السعي تدخل وزاري لولا شد حيلك يعني إن شاء الله تدخل الفنية تدخل طبعا هذا يحتشون على المعدل يعني على العفاء الفنية تدخل نعم تدخل شنو هذا التعليق تقول أريد طريقة دراسة الإنجليز الشهر الثالث صف ثالث متوسط أريد شلون أنجح وأخذ درجة كاملة شنو الطريقة يعني أستي شهر ثالث شوفي يا يونة ستة يونة الأول والثانة والثالث شوفي يونة الثانة والثالث أو المهم خاصة صيلة اليونتات شي ساموها تقرين الأسئلة تقرين القواعد أسئلة القطع الإنشاء التمارين أو التتنجحين يعني شنو الطريقة شا قلت شا علمش طريقة شنو يعني أحرف شنو تعليقات أكو حلوة بخصوص الأنترنت يعني هو تعليقات بخصوص القطع الأنترنت شوفوا حبه أول مرة هو مقترح ثاني مرة يقولون هذا يقولون ستة شون نقرأ شون تقرون هو حتى لو أولا مو لكم ولا نصف السنة بالوزاري الامتحانات الوزارية الصفوف المنتهية ويقطعونها من تروحون تمتحنون يقطعونها في الساعتين يعني قطعوها احتمال من السبعة يجبوها بالعشرة أو بالتسعة يعني ترى من تجون يفتحون لا تتقرون يعني مو معجزة وذا قطعوها أنا معدنة بالإنجليز ستة وثمانين يعني ماكو أمل إذا تجيب فوق التسعين لا أكو أمل تجيبين فوق التسعين وتنعفين شهر أول تسعين والثاني سبعة وخمسين نصف السنة مية يطلع يعني شهر الثاني سبعة وخمسين او نصف السنة مية لا ما اخذ سبعة وخمسين او ما اخذ سبعة وخمسين شون تنعفي اي هذا التعليق حلو اي خمسة وثمانين يقولوا خمسة وتسعين هس اللي قلت اذا جمعت خمسة وثمانين وخمسة وتسعين يطلع لك مية وثمانين وخليت فوق هن تسعين يقسمت جمعتهم وقسمتهم على تلافة يطلع لك هذا تسعين تنعفي السادس ابتدائي ما مشمول بالاعفاء درجاتي بالثمانينات ما اكو بالثمانينات تنعفي الريد اسأل سؤال شونو هذا يقول انا معدلي واقع انا طالب واقع معدل النصف الاول اذا طالب واقع معدل النصف الاول يمتحن دور ثاني لا انتوا شاليها الكورسات شاليها عادي ما تمتحن دور ثاني لانت وراك نصف السنة وراك امتحن اللي وراء نصف السنة اللي هي النصف الثاني هم يجمعون الفصل الأول يعني النصف الأول قصدي والنصف السنة والنصف الثاني يجمعونه وقسمون على ثلاثة يلا تقدر يطلع لك الدرجة يعني تمشالوها الكورسات يعني مو عباركم مثل قبل تطلع بالكورس الأول أو تطلع بالفصل الأول بدرسوا وتمتحنوا لا ما كوهي شي بعد وراكم نصف السنة وورا نصف السنة ثالث متوسط زين دخول وزاري يعتمد على المعدل لو بس نصف السنة لا مثل ما قلت لكم الفصل الأول ونصف السنة والمعدل النصف الثاني إذا طالب راسب معدل نصف الأول ناجح بنصف السنة يدخل وزاري حسب درجاتك يتبعد عدكم الثلاثة هذه أقسام إن شاء الله بعد راح نجاوب على تعليقات يعني قسمتها مرتين وإن شاء الله توفت